السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجنا كلام اطبة سعيد بوجودي معكم الحلقة دية وعذروني على التأخير ان احنا يعني كما كانتش الحلقات مرتبعة في الفترة اللي فاتت يمكن لان احنا حبينا ان احنا نحضر حاجة مجازة ومعبرة وما يكونش فيها استفادة كتير علشان المواطن العادي يفهم احنا عايزين نوصل رسالة شكلها ايه كتير من الناس بعد الحلقة الاولانية سألتني اسئلة كتير جدا جدا خاصة بمسألة الاندرويت او النقص في الوزن والاوفرويت او السمنة المفرطة او السمنة العادية او درجة من درجات السمنة ايا كانت سواء كانت متعلقة باماكن او معضع معاناة في الجسم بتزيد او متعلقة بالكرش تحديدا النهاردة احنا جايين علشان خطر نحط هايلايتس او نحط خطوط عريضة علشان خطر بالعربي محدش يضحك عليك محدش يتاجر بيك محدش يبقى مقول شغلته ان هو قاعد على صفحة او قاعد على نت او قاعد على فيديو ويباعلك وانت تصدق منه اي كلام فانا اخليك انت طبيب نفسك النهاردة انت دكتور نفسك انت اللي عندك اجابة على كل شيء عشان لما تلاقي اللي بتتسئله خارج عن الصياق تعرف تسأل اللي قدامك سؤال يحرجه ويعرفك اذا كان اللي بيتكلم ده فعلا محترف ولا بيضيع وقته معك وبيضيع فلوسك علشان خطر ما تستفيدش اي حاجة في النهاية طيب قبل ما نتكلم عن قصة الاندر ويت والاوبر ويت احنا عملين نقول كلمة المشتركة او الجوكر في كل كلامنا حاجة اسمها الويت الوزن قبل ما نتكلم عن قصة مين اللي نقول عليه وزن قليل او نقول عليه وزنه كبير لازم نعرف الوزن المثالي اصلا بيتحسب ازاي المعادلة البسيطة اللي احنا بنحسب بيها الوزن المثالي هي عبارة عن اني انا بشوف الشخص ده اولا هل هو يا طرى طفل ولا هل هو حد كبير وهل هو لو الشخص الحد الكبير ده او الشخص البالغ هل هو راجل ولا ست في عندنا معادلة اساسية بنحسب بناء عليها ازا كان الشخص ده شخص وزنه مثالي ولا شخص زايد في الوزن ولا شخص بيعاني من النحافة هنبدأ نرى دلوقتي شريح ويمكن دي عشان خطر نساهل بها على المشاهد الفكرة اللي احنا بنحاوض نشرحها اول شريحة هاتبان دلوقتي على الشاشة هي شريحة بتقولك حساب كتلة الجسم كتلة الجسم يعني النسبة ما بين طوله ووزنه لو سمحتوا يا جماعة عن عرض الشريحة اللي فيها جدول كتلة الجسم بعد اذنكم ايوه زي ما ظهر قدام حضراتكم كده بنقول كتلة الجسم يعني ايه يعني وزن الشخص بالكيلو جرام وبنقسمه على مربع الطول بالمتر مربع الطول بالمتر والوزن بالكيلو جرام يعني ايه؟ يعني لو فرضنا ان واحد مثلا طوله 176 سنتي ووزنه مثلا 90 كيلو عايزين نعرف هالي الشخص ده وزنه طبيعي ولا زايد ولا نقص فبنحط فيه البسط بتاع المعادلة اللي قدامنا الوزن بالكيلو جرام اللي هي عبارة عن التسعين كيلو وبنقسمها في المقام بتاعنا على الطول مرتين يعني 176 سنتي دي بالسنتي عايزين نحاولول المتر بيبقى 71 من مية يعني 71 من مية في 71 من مية في المقام النسبة اللي بتطلع دي بتنضرف في مية نسبة مئوية علشان نحدد منها شرايح الاشخاص اللي عندنا مين يطرى هو اللي وزنه مناسب ومين يطرى اللي وزنه مش مناسب الاوزان عندنا بتتفاوت من 18.5% الى 24.9% ده محيط الوزن الطبيعي بمعنى لو شخص اسمنا النسبة دي وطلع متوسط النسبة دي من 18.5% الى 24.5% ده معنى ان الشخص ده وزنه طبيعي ما عندوش اي مشكلة خالص طيب لو اقل من 18.5% ده معنى ان الشخص ده بيعاني من نقص في الوزن وفي كتب قالت لو اقل من 15% ده معنى انه بيعاني من نحافة شديدة طيب لو الشخص ده نسبة او متوسط الوزن اللي خارجه من المعادلة دي اعلى من ال 24.9% من 10 او بعض الكتب بتقول من ال 24.5% ده معنى ايه؟ ده معنى أن الشخص ده بيعاني من زيادة في الوزن شريح الزيادة في الوزن عندنا عبارة عن أربع شريح بنقول من 24.5 أو 24.9 إلى 30% دي بنقول بيعاني من مبادئ زيادة في الوزن لأنه أول شريحة زيادة في الوزن لسه ما تكلمناش في سيمنا احنا بنقول ده عنده زيادة في الوزن وده أسهل أنواع المرضى في التعامل معنا الشريحة الثانية عندنا شريحة من 30% إلى 35% دي الدرجة الأولى من درجات السيمنا وده الدرجة الأولى من درجات السيمنا حضرك نرجعوا لي الجدول تاني يا جماعة بعد إذنكم الجدول تاني الدرجة الأولى زي ما احنا قلنا من 18.5 إلى 24.9 من 10 جماعة خلوا الجدول لحد ما أخلص شرحه للمشاهد من 18.5 إلى 25 دي الشخص الطبيعي أولى درجات الزيادة عندنا قلنا من 25 إلى 30% ده أول متوسط للزيادة في الوزن لسه ما تكلمناش في سيمنا دي زيادة في الوزن نقدر نتعامل معها بمنتهى السهولة نقدر نتعامل معها بمنتهى السهولة إزاي؟ نتعامل معها من خلال تعديل في نظام ممارسة حياته إن احنا نعمل توازن بين مدوسط ساعات النوم وساعات الراحة نبعده عن مؤثرات معينة ممكن تكون هي السبب في إن الوزن بتاعه يزيد نخفض من معدل تناول وجبات معينة هي اللي ممكن تكون سبب في إن صعورات الحرارية بزيادة فباستمرار عندنا فايد فباستمرار عندنا وزن الزيادة ممكن ننصحه بممارسة بعض أنواع التمارين الرياضية على أساس إن احنا نزود من عملية الحرق أو الهدر بالنسبة للوزن الفايد ده أي أن كان مكانه دي بالنسبة ليه الشريحة الأولى عندنا الشريحة الثانية عندنا اللي هي من 30 إلى 35% دي أول شريحة اللي بنسميها مريض سمنة دي السمنة رقم واحدة من 35 إلى 40% دي مريض السمنة في الشريحة التانية وفوق الأربعين في المية بنسميه الشريحة الأخيرة أو السمنة القاتلة اللي معظم أصدقائنا وزملائنا في القطاع الطبي بيقول إن هي من نتعاملش معاها إلا بالجرحات وطبعا إحنا عندنا اختلاف كبير معاهم في الجزئية دي لأن أنا شخصيا جربت أكتر من مريض وأكتر من عيان كان موجود عندي شريحة أوزنم كتتعدى الـ 130 والـ 135 كيلو والحمد لله مجرد سماعهم والتزامهم بالنظم بدأت الدنيا تبقى مختلفة خالص حتى الشكل بتاعهم اتغير خالص وإحنا في طريقنا إن إحنا نوصل للوزن المستدف والمثالي ده بالنسبة للجدول الأولاني اللي بيشرح حساب كتلة الجسم وطبيعة الأوزان وبنحط كل وزن في أنية شريحة من شريح السمنة أو شريح النحافة دي رقم واحد طيب هنفترض عندنا إن إحنا المريض بتاعنا عبارة عن طفل ما هوش حد كبير هنجيب يا جماعة الورقة اللي فيها عمر الطفل لو الطفل أقل من سنة أو لو الطفل أكتر من سنة لو عندنا طفل هو اللي عنده مشكلة بالنسبة لمسألة الوزن فإحنا عندنا بالنسبة للطفل الكتب اختلفت في عملية تصنيف المسألة دي في كتب اللجأت إن هي تأثنة الأولى إلى شهور وقالت إن التلت الأول من شهور عمر الطفل اللي هي الأربع شهور الأولانيين لها متوسط زيادة والتلت التاني لها متوسط زيادة والتلت الأخير لها متوسط زيادة لكن الكتب دي ما تكلمتش عن الطفل اللي بعد عمر السن علشان كده في معادلة أيصر بكتير جدا جدا ممكن كلنا نستخدمها علشان نحدد لو أنا عندي طفل أو أنا أم عندي طفل وأول ولادة بالنسبة لي وحب أعرف إيه بني ده هل بيزيد بمعدل طبيعي ولا عنده مشكلة هنقول لك الوقت معادلة في منتهى السهولة لو تكرمت وفرير الإعداد نجيب الصفحة اللي فيها الطفل تمام زي ما حضرتك بين قدامك كده المعدلة دي بنقول لو وزن الطفل بتاعنا أقل من سنة بيبقى المعدلة كالتالي عمر الطفل بالشهور اللي هي الأيج المنصز عمر الطفل بالشهور بنضيف عليها تسعة وبنقسم على اتنين يبقى لو الطفل عمره أقل من السنة بنضيف عمره بالشهور لأنه عمره أقل من السنة بالشهور من شهر من يوم لاثناشر شهر فبنقول لو عمر الطفل ده أقل من السنة بيتحسب وزن الطفل المثالي بإن إحنا بنقول عمره بالشهور مضاف عليه تسعة وبينقسم الناتج على اتنين والناتج ده بنضيف أو نطرح منه نصف كيلوجرام ندي مثال لو فرضنا أن طفل عمره ست شهور المفروض الوزن المثالي بتاعه يبقى كام زي ما المعدلة اللي احنا كتبناها بتقول لو الطفل ده عمره ست شهور فإحنا بنقول ست شهور بنضيف عليهم التسعة بيبقى خمستاشر وبينسم على اتنين بيبقى سبعة كيلو ونص السبعة كيلو ونص دولة بنضيف عليهم نص أو بنطرح منهم نص يعني بيبقى متوسط وزن الطفل الطبيعي في العمر ده من سبعة لتمانية كيلو طبق في المعدلة دي أي أن كان عمره طفلك في السنة الأولى هتقدر تحسب بسهولة وزن طفلك هل ده طبيعي ولا مش طبيعي طيب لو الطفل وزنه بعد عمر السنة بعد عمر السنة في عندنا معادلة أبسط من معادلة قبل عمر السنة بتقول إيه المعادلة؟ بتقول لو الطفل وزنه بعد عمر السنة بيبقى عبارة عن عمر الطفل بالسنين مضروف في اتنين ومنضف عليه تمانية بمعنى لو طفل عندنا عمره سنتين أو عمره سنة ونص سنة ونص عايزين نحسب وزنه المثالي بيبقى سنة ونص مضروف في اتنين يبقى ثلاثة ونضيف عليها تمانية يبقى المفروض وزن الطفل الطبيعي يكون في العمر ده 11 كيلو جرام المعادلات دي بمنتهى البساطة علشان خاطر تحددلك بالنسبة لطفلك أو بالنسبة لطفلك المفروض الوزن المثالي بتاعه يكون كام طيب احنا كده عدينا بالنسبة ليه ايه الاطفال طيب بالنسبة للكبار علشان نطبق بالنسبة لهم معادلة كتلة الجسم ونحدد طيب احنا عرفنا ان انا وزني ازايد طيب انا عايز اعرف وزني المثالي يبقى كام ممكن بالتعويض في معادلة كتلة الجسم اقدر ان انا اصل الوزن المثالي او الاسهل والافضل هو اللي انا هقوله لحضرتك بعد يسنك افريقيا هنجيب الورقة اللي اولها المية اتنين وخمسين سنتيم الوزن المثالي بالنسبة ليه الكبار سواء كان راجل او ست بيتحسب على حاجة اسمها الطول المثالي الطول المثالي بالنسبة للراجل او للست هو عبارة عن المية اتنين وخمسين سنتيمتر يعني احنا بنقول ان عند كل راجل او كل ست طولهم مية اتنين وخمسين سنتيمتر بيكافؤوا وزن معين فبالنسبة للراجل لو الراجل طوله مية اتنين وخمسين سنتيمتر المفروض يكون وزنه عند الطول ده تمانية واربعين وواحد من عشرة كيلو جرام وكل كيلو جرام زيادة يعني كل سنتيمتر في طوله زيادة عن الطول ده عن المية اتنين وخمسين بيتضرب السنتيمتر في واحد وواحد من عشرة علشان نضيفه على الوزن الموجود يطلع الوزن بتاع الراجل بمعنى لو فرضنا ان احنا عندنا راجل المفروض ان هو وزنه خمسة وسبعين كيلو وطوله مية تلاتة وستين سنتيمتر عايزين نعرف هالوزن ده مثالي بالنسبة لطوله ولا لا فاحنا بنقول طوله مية تلاتة وستين سنتيمتر الطول المستهدف بتاعنا او الطول المثالي او الايدل اللي بنقس عليه هو مية تلاتة وستين اللي هي طوله الفعلي على الطول المرشد اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو المية تلاتة وستين ناقص المية تلاتة وخمسين على التمانية واربعين وواحد من عشرة بتبقى حوالي واحد وستين وكسور انا شخصيا بضيف على كلام الكتب على الوزن المثالي ده من خمسة العشرة كيلو في المتوسط وابدأ ارائب الوزن ده من اول العشرة كيلو الزيادة علشان خطر ما يبانشي بعدما الشخص بينزل او بعدما الشخص يكون عنده مشكلة في الوزن نوصلها له ما يبانشي على وشه علامات المرض لان بعض المرضى بالذات اللي عندهم سمنة كبيرة جدا لما بنحاول نوصل الوزن الكتاب بالضبط بيبان على وجهه والناس بالظن ان هو بقى مريض فاحنا بنحاول نحط فوق الوزن المستدف من خمسة إلى عشرة كيلو بالذات في مرضى السمنة لكن مرضى النحافة كده كده ما عندهش مشكلة لان احنا الوزن المستدف بتاعه لما بنوصله بيبقى باين عليه وما عندناش مشكلة خالص مع الشكل باذن الله يبقى هنرجع لمعادلتنا الراجل علشان خطر نحسب له وزنه المثالي بناءا على طول مثالي الطول المثالي ده عبارة عن 152 سنتيمتر 152 سنتيمتر دول لازم يكون عندهم الراجل طوله يكون وزنه 48 و1 من 10 طيب في ناس حتقول لي طب نفترض ان الراجل اقصر من كده اقصر من 152 اقصر من 152 بنقربه لل 152 يعني لو طوله اقل من 152 بنعتبر وزنه 48 و1 من 10 طيب لو طوله ازياد من 152 زي ما قلنا كل سنتيمتر زيادة في الطول بندربه في واحد وواحد من عشرة ونعيد جمعه على التمانية واربعين وواحد من عشرة يطلع الوزن المستهدف بتاع الرجل طيب لو ست لو ست بالنسبة لنا بنقول برضو نفس الطول المرشد المية اتنين وخمسين سنتي بيكافئها بالنسبة للست خمسة واربعين ونص كيلو جرام طيب لو كل لو الست بقى طولها أزياد من مية اتنين وخمسين سنتي احنا الوقت بنحسب وزن على زيادة في الطول أو على طول مزبوط على المية اتنين وخمسين فهي لو مية اتنين وخمسين يبقى حيكون وزنها خمسة واربعين ونص كيلو جرام طيب لو زادت عن المية اتنين وخمسين سنتي كل سنتي زيادة في طول الست بينضرب في تسعة من عشرة ويتجمع الناتج على الخمسة واربعين ونص وزي ما أنا قلت لكم بنضيف على النتيجة النهائية من خمسة لعشرة كيلو لو كان مريض سنة ونرائب في خلال العشرة كيلو دول لحد ما نوصل لاحسن شكل ولو مريض نحافة ما عندوش مشكلة خالص بناخد بالطول الايديال من غير ما نضيف عليه الخمسة لعشرة كيلو كده بمنطقة البساطة احنا بنقول ازاي بنحسب الوزن المثالي بالنسبة للراجل وبالنسبة لست طيب احنا عارفين ان الشخص اي ان كان راجل او ست او طفل ده واحد عنده مشكلة مع انظام الوجبة ده اللي وصله بصفة اساسية ان هو وزنه يكون قليل يكون زيادة طيب المفروض احنا ازاي نحسب السعرات الخاصة بكل شخص عشان نقول له انت الفيزا بتاعتك اليومية هي عبارة عن السعرات دول مش اكتر من كده فبنقول في معادلة سبتة في معظمها بالنسبة للراجل وبالنسبة للست بيتغير الجوزي الاخير فيها اعتمادا على جنس المريض فبنقول المعادلة بتقول استاذينكم وفرير اعداد نفس الورقة بتاعت ال 152 ناو تقرمتم المعادلة بتقول ان احنا بنحسب الطول بتاع الشخص بالسنتيمتر وابندربه في 6 وربعة زائد الوزن بتاع الشخص بالكيلو جرام وابندربه في 10 ونطرح النتيجة دي في قوس بنترح النتيجة بتاعتها من العمر مضروب في 5 يعني المعادلة السبتة بالنسبة للاتنين ان الطول بتاعنا بالسنتيمتر بينضرب في 6 وربعة زائد الوزن بتاعه مضروب في 10 بالكيلو جرام طبعا والطول بالسنتيميتر نطرح من النتيجة دي العمر في 5 ده جزء ثابت في المعادلة بالنسبة ليه الراجل وبالنسبة ليه الست الفرق بين اتنين في النهاية بتاعت المعادلة لو بنتكلم عن راجل الراجل عندنا بنضيف عليه موجب 5 في نهاية المعادلة والست بنترح منها ناقص 161 يبقى هنراجع تاني لو عندنا راجل أو عندنا ست عايزين نحسب لهم احتياجات السعرات اليومية علشان نقدر بناءً عليها نحدد لو الشخص ده ما عندهش مشكلة في سمنة أو في نحافة فهو هيستمر على جدوى للسعرات ده علشان يبضل وزن وزن نموذجي لو عنده مشكلة بالنسبة ليه السمنة فاحنا هنشوف احنا عايزين نخفض من معادلات استهلاك سعراته قد ايه على حسب وزنه الموجود عليه والوزن المستهدف ولو عنده نحافة هنشوف متواصل الزيادة احنا محتاجينها قد ايه من الوزن الفعلي للوزن المستهدف وبورده نعادلها على حسب معادلة السعرات الخاصة به معادلة السعرات هنجحها بسرعة بتقول الطول بالسنتيمتر مضروف بستة وربع زائد الوزن بالكيلوجرام مضروف بعشرة نطرح منهم العمر مضروف بخمسة والنتائج بالنسبة للراجل هنضيف عليها خمسة وبالنسبة للستة هنطرح منها مية واحد وستين طيب هل النتيجة كده خلاص؟ لا طبعا ليه؟ لان الاشخاص بتتفاوت في حاجة اسمها الفيزيكال اكتيفتي ليفل او معامل النشاط البدني يعني باختصار شديد في عندنا ناس اقصى نشاط يوم عنده ان هو بيتحرك في محيط بيته في عندنا ناس بتنزل ان هي تقدر طلباتها وتطلع على طول في عندنا امهات بتنزل تودي اطفال مدارس بتروح رغلها فيه اختلاف كبير جدا جدا في طبيعة النشاط في اشخاص رياضيين كل يوم بيبزر رياضة بيروح جنب بيلف في مسافة معينة فدول كل واحد فيهم له حاجة اسمها معامل نشاط البدني مختلف فالمعادلة اللي احنا حسبنا بها السعرات بتنضرب نتيجة بتاعتها في معامل النشاط البدني ده الخاص بكل شخص معاملات النشاط البدني ده عبارة عن سبع معاملات لو الشخص مجهوده محدود يعني ما بيبزرش مجهود تقريبا يعني قاعد طول النهار مثلا بيتفرج على التلفزيون او اقصى مجهود بالنسبة له ان هو قاعد بيكتب او بيقرأ مش اكتر من كده ده بندربه في واحد واثنين من عشرة اللي اكتر منه بشوية اللي هي ممكن تكون بتمارس نشاط موجود في البيت او بتنظف بيتها كل يوم او بتنزل دور او بتنزل دورين وتطلع دي ممكن نحسبها في واحد وثلاثة من عشرة لو زي الامهات اللي هي معظم الاخواتنا وامهاتنا وزوجاتنا واصدقائنا اللي هم بيبزروا مجهود كل يوم وبيودوا اطفال او بيروحوا اماكن معينة كل يوم بيبزروا فيها مجهود فبندربه بنضرب المعامل بتاعهم في واحد ونص في عندنا كمان بنقول اللي هم اكتر من كده اللي هم الاشخاص اللي بيبقى مجهودهم عالي وبيودوا اطفال وبيروحوا شغل وبيزروا مشاوير تبطبا مشاوير سترسفل او مشاوير قوية او عنيفة كل يوم ده بندربه في واحد وسبعة من عشرة في عندنا كمان الواحد وتسعة من عشرة اللي هو الشخص اللي بيبزل كل المجهودات دي وكمان بيمارس رياضة يبقى المعادلة اللي احنا قلناها من شوية اللي هي معادلة حساب السعرات بتنضرب في معامل النشاط البدني الخاص بكل شخص علشان نحدد حجم سعراته قد ايه وبناء نحدد هو المفروض هيوصل ازاي للسعرات المستهدفة او لو حابب يوصل او يستمر على وزنه زي ما هو هيستمر عليه بناء على ايه المعادلة دي طيب احنا تكلمنا عن زيادة في الوزن وتكلمنا عن نقص في الوزن طيب هل الشخص اللي عنده نقص في الوزن ده ايه مخاطر ان يكون عنده نقص في الوزن ايه الخطورة اللي بتواجهه ايه التحديات ايه اللي لازم نحذره منه الشخص اللي عنده نقص في الوزن ممكن مسألة النقص في الوزن نتيجة العجز في نظام الوجبة نتيجة لمشكلة ما موجودة عنه بيعرفها الاخصائي او المتابع من خلال التحليل او الاشعع او الفحوصات او المتابعة او الانباضي او ايا كان اول مشكلة ممكن يكون هو مهدد بها هي عبارة عن هشاشة العظم اللي تيجي لعجز معادن رئيسية في نظام واجبته زي الفيتامين دي زي الكالسام زي الماغنيسيام زي حاجات كتير جدا جدا هو محتاجها عشان ترسيب الكالسام والفيتامين دي في العظم عشان ما يعصلش هشاشة عظم كمان الشخص ده مهدد لو كانت انسة بالذات او بنت مهددة بمشاكل في الشعر في الجلد في السنان ليه لان نفس القصة بالضبط نفس النقص بتاع المعادن هيسبب مشاكل بالنسبة للأعضاء دي لانها ما خليتش الحد الادنى من احتياجاتها كمان ممكن جدا الشخص ده يشعر باستمرار ان هو مريض ويحس كمان ان المرض بيبقى موجود عنده وبيطول فترة اطول من اي شخص تاني موجود حواليه انا ممكن يسأل اللي حواليه انا خدت نفس الدهب بتاعك وما خفيتش برغم ان نفس الاعراض عندي ونفس المرض عندي ونفس الشكو عندي يمكن ان الشخص ده بيعاني من شيء تاني متعلق بخلل في نظام الوجب بتاعه يتطلب ان هو يتابع مع حد عشان يعرفه ليه هو ما خفش زي مزميله او شخص يعرفه خسب بنفس الطريقة او خفى بنفس الطريقة وما عندهش مشكلة ابدا طيب الحاجة التالتة طيب خليها شوية يا سيد محمد بقى لإذنه طيب التالت حاجة بنقول ان الشخص ده بيحس تابع باستمرار بالاجهاد او الضعف العام او الانهاك العام ليه لانه ما خدش الحد الادنى من البار اللي ممكن تمشيه يا جماعة الجسم عبارة عن تانك سيارة لازم ياخد الحد الادنى علشان يقدر يحيا ويمشي مشاوره الطبيعية مش معقول هنبدل طول العمر ممشيينه على الاحتياطي وانا بحب اقول الكلام ده لبعض يعني بعض المريضات اللي ممكن بتجيني العيادة او بتيجي الزملائي وتبقى مؤتقدة اني انا ريجيم الحرمان ده احسن انواع ريجيمات اني انا احرم نفسي من كل شيء واعيش على الاسناكس او اعيش على شوية الباسكوت او اعيش على الخضروات الفرش كده انتهى الموضوع الاصل في الموضوع ان حضرتك بتاكله او ان حضرتك بتاكل علشان خطب تخص الاصل في الموضوع اني انا بحترم الليف ستايل بتاعك ما بحرمكش من حاجة المفروض انك بتعملها ولكن بعيد جد وليتها بالنسبة لك علشان توصلك لبر الامان بطريقتك اكتر ما هي بطريقتي طيب فيه كمان مشكلة ممكن تكون رئيسية ويكون سبب في ان الشخص ما بياكلش زي الانيميا الانيميا سبب رئيسي جدا جدا تخلي اي شخص ما بياكلش وبالتالي يحصل له خلل في نظام الوجبة طبعا بيجي مع الانيميا اعراض تانية زي الزغلالة زي الصداع زي الحمول العام زي الالبن في المفاصل زي النسيان والفقدان القدر على التركيز والتحصيل حاجات دي كتير جدا جدا لازم الشخص لو حس بيها ممكن يتابع مع اخصائي ويسأله انه هو هل في احتمال يكون عنده انيميا او لا او هو يعمل التحليل ويوديله الاخصائي يخليه يطلع عليه كمان في عندنا بنقول ممكن لو ام حامل وعندها مشكلة في نظام التغذية تؤدي لان الطفل اللي هي حامل فيه يتولد قبل ما عاده بمشاكل او يتولد ناقص او ايا كثير مشكلة اللي ممكن يتولد بها الطفل نتيجة لنقص تغذية الام اثناء فترة الحامل وولادته الطفل كمان بنقول ممكن لو الموضوع بالنسبة لطفل مولود او لامه برضو ممكن تؤدي ان الطفل نفسه يكون عنده بطء في معدلات النمو او مشكلة في طبيعة النمو نفسها خاصة بهرمون النمو او بطبيعة جسمه نفسها في قبول او عدم قبول المغزيات الموجودة فيه طيب احنا اتكلمنا عن المخاطر او التهديدات اللي ممكن تواجه الشخص اللي عنده نقص في الوزن طيب ايه هي الاسباب الرئيسية اللي ممكن تخلي عندي الشخص عنده النحافة اول حاجة ممكن نقول ان بعض الناس ممكن يكون عندهم تاريخ حالة مرضي او تاريخ عائلة مرضي ان هم كلهم كده وعلى العكس ممكن نلاقي تاريخ حالة مرضي عند اشخاص نفس القصة بالضبط تاريخ عائلة مرضي عندهم سمنة فالسمنة والنحافة وارد جدا ان يكون في تاريخ مرضي عائلي يسبب المشكلة دي تاني حاجة بنقول ان يكون في هاي ميتابوليزمية يعني معدلات تحويل عالية جدا 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 بالنسبة ليه الاشخاص دي لدرجة ان معدلات المغزيات بتاعته او المغزيات بتاعته اللي بتاكلها ما بتلحقش تفضل في الجسم وبالتالي دايما معدلات احتلاج الجسم اعلى من معدلات اللي الشخص بتعطاها او بياخدها رقم تلاتة بنقول ان الشخص ده بيبذل مجهود عالي جدا 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 ولا يتوازن مع مواطياته يعني ايه يعني بيجري بيهلك نفسه بيلعب رياضة بيفكر كتير تحت الضغوط باستمرار ولا يتعطى الحد الادنى من مغزياته الى التوازن مع احتياجاته ربع حاجة بنقول ان يكون مريض في امراض معينة ممكن جدا جدا تسبب النحافة كمان ممكن عندنا ان يكون عنده مشكلة زهنية اللي هي الامراض الزهنية دي ممكن تكون برضو احد اسباب اللي بتؤدي الى مرض النحافة طيب ازاي احنا ممكن نحسن الشهية بتاعة الشخص اللي عنده مشكلة في الوجبة اول حاجة بنقول ان احنا ممكن نخليه يأكل وجبات صغيرة في فترات مختلفة مش لازم بالطبيعة انه يأكل وجبة كبيرة او نقول له لازم التلات وجبات اللي هم بطار وغدا وعش انا شخصيا بنصح مريض السمنة ومريض النحافة لتنين ان خلي الوجبات ووجبات صغيرة احسن من تلات وجبات كبار رقم اتنين ان انا اعمل تحديث للقايمة بتاعتي في امهات وفي زوجات بتشتكي سواء من الازواج او من الاطفال ان هم مركزين على طبيعة اصناف معينة هو بيأكل دول بس مش عاوز يغيرهم لو انت بطريقتك بزكائك حاولت انك انت تحديثي القايمة دي كل فترة بانك تعمل الاكل في شكل مختلف في طريقة مختلفة في مكان مختلف في توقيت مناسب في مناسبة ممكن يكون عنده قابلية انه يجرب انا معتقد جدا جدا ان هو هيعمل تحديث لقايمته ويضيف على المينيو الاصناف اللي حضرتك عمل فيها على الاقل عشان مش عايز يزعالي كاستي فانت حضرتك لما هتجربي ان شاء الله وتكتهد في ده الطفل والقب الاثنين هيحاول ان هم يحدثوا طبيعة المينيو اللي هم بيأكلوها ليه اللي حضرتك بتحطيه او بتعمليه ليهم كمان عندنا بنقول بنقول ممكن كمان ندخل نصيح ونقوله حاول انك تتجنب الاغذية اللي هي الكلوريس بتاعتها ضعيفة يعني انا ما اعتمدش طول النهار ان انا اكل اغذية عبارة عن اغذية يعني مجوفة من جوه الفايدة بتاعتها فايدة خيفة جدا جدا وبالتالي مهما اكلت منها وعندي عقيدة ان شبعت بيها انا جسمي ما استفدش بيها ولا وزني استفد بيها كمان بنقول ممكن ندخل ادوية معينة ممكن نستخدمها بحاجة زي كده الادوية من اول الالبان او ممكن ادوية معينة موجودة في السوق المصر كتير جدا ممكن نستخدمها في علاج مشكلة النحافة بس الاولوية بالنسبة لمريد النحافة ان هو يكل او يتوازن في نظام الوجبة بتاعته اولى من ان انا اديله اما ان انا اديله بودرة فيها احماض امينية او اديله لبن في احماض بروتينية بنسبة عليها او اديله ادوية علشان خاطر تخليه يزيد في الوزن الاولى ان حضرتك تزبط نظام الوجبة تحسن اللايف ستايل هتلاقي الامور تختلف كتير جدا جدا دون الاحتياج لدواء على الاطلاق طيب في بعض الوجبات ممكن لو ركز عليها مريض النحافة ممكن تفرق معاه جدا في الوزن وتخلي الدنيا بالنسبة له مختلفة تماما من اشهر الحاجات اللي ممكن نعتمد عليها العسل طبعا العسل فوائده كتير جدا جدا نتكلم عنها الدين نتكلم عنها الدين المسيحي والدين الإسلامي كل الاديان تكلمت عن العسل ومش احنا هننتكلم عنه النهاردة العسل لو ركزنا في العسل ان احنا ناخد منه معلقتين بعد او قبل كل وجبة في الفطار في الغدى في العشاء ده يفرق معانا كتير جدا جدا ممكن نركز على الوجبات زي الرز زي العيش الابيض اللي هو الفينو زي الماكرونة زي السن العصفور زي الحلويات زي الجاتو زي الكيك زي الفطاير زي البسكويت زي الطمر طبعا البلح الرطب طبعا ممكن نركز في اكلنا بالنسبة للبروتينات على الاعضاء الداخلية زي المخ الكبد الكلاوي ممكن نركز برضو في النشوات بتاعتنا على البطاطس على البطاطا على القلقاس الفواكه بتاعتنا على التين العنب البطيخ المنجة الخوخ البلح المكسرات زي اللوز والجوز والجوز الهند والفوزدق واللب والفول السوداني اللي ممكن نتجنبه بعد اللي احنا قلنا ده وممكن نأثر على شهيتنا واحنا مش واخدين بالناه تجنب شرب الميا بكسرة سواء وسط الاكل او قبل الاكل ممكن تاخد الميا بعد الاكل تكون اتميت وجبتك وشبعت تماما مفيش اي مشكلة عندنا او تاخد من الميا مجرد انك تاخد منها شربة صغيرة او بوق صغيرة علشان ما تعطلكش عن تكملة الوجبة بتاعتك كمان انت منصوح بانك انت قلنا نقسم الوجبات بتاعتنا الوجبات صغيرة خمس وجبات صغيرة احسن من ثلاثة وجبات كبيرة ويا ريت لو هتمارس معها الرياضة من نوع معين وانا بنصح معظم الناس بالايروبيكس ما تعتمدش على رياضة الاحمال خليك في الرياضة المعتمدة على الحركات دي من احسن انواع الرياضات اللي ممكن دي من احسن انواع الرياضات اللي ممكن نعتمد عليها باذن الله هنطلع فاصل وان شاء الله بعض الفاصل هنكمل كلامنا ابقوا معنا ان شاء الله وارجعنا لكم مرة تانية في برنامجنا كلابة طب عشان نكمل كلامنا يمكن النهاردة التي جاء لديق الوقت مش هيساعدنا احنا نقول كل اللي احنا نفسنا نقوله بس انا حابب اقدي خطوط عريضة عن الفواكه سلبة السعرات في حاجة اسمها الفواكه سلبة السعرات وريجيم الفواكه ده من اشهر انواع الرجيمات اللي ممكن تطيط مريد السمن ندينا النهاردة المريض الناحافة حقه فيعني ان شاء الله في حلقة جاية هنتدي لمريض السمن حقه بالكامل لكن احنا بنقول ان الفواكه سلبة السعرات الفواكه دي الجسم بيصرف عليها سعرات اكتر من قيمتها السعرية هبتكون المحصلة والنتيجة ان حضرتك بتخس لما تكلها بتشعر بالشبع وفي نفس الوقت بتقل في الوزن الفواكه سابت السعرات دي زي ايه؟ زي التفاح، زي الجوافة، زي الشمام الكنتلوب، زي المشمش، زي الخوخ وزي الانانس لو ركزنا بداية على الفواكه دي كجزء اصيل من نظام التغذية بتاعنا اليومي دي ممكن تساهم بنسبة كبيرة جدا جدا في علاج مشكلة السمنة اه يمكن انا النهاردة كمان انا جاي النهاردة علشان خاطر في ظاهرة انا لحظتها موجودة على المواقع الانترنت الظاهرة دي اه يمكن احنا بنساهم فيها واحنا مش مدركين يمكن حصل معايا انا شخصيا الموقف ده من 48 ساعة حد ما او شخص ما اه الشخص ده انا اعرفه شخصيا انه هو يمكن اعتقد انه هو محاسب ده اللي انا اعرفه عنه هي اه بنت ويه بتشتغل محاسبة وانا اعرف انها اشتغلت اتشار اشتغلت محاسبة ده معرفتنا كلنا عنها واندها خديجت كل التجارة طبعا زمانينا المحاسبين دول ارقى مستوى المجتمع ولهم كل احترام عندنا ونجحتهم في قطاع المصرفي نجحتهم في قطاع البنك المركزي نجحتهم في شركات اللي هي الماليين نجحتهم في البورسة نجحتهم في كل شيء محد الشيء يقدر يتكلم عنها لانهم ما شاء الله عليهم اكبر من انه نتكلم عنهم انا بتكلم النهاردة عن ايه انا بتكلم النهاردة عن اني انا ممكن يكون عندي حد محاسب ومش مدرق قيمة انه هو حد كبير فبيلجأ ان هو يسيب الكارير بتاعته دي ويتحول لكارير تاني هو لا ينتمي اليها ده حاصل او انا شفته عندي على صفحة من الصفحات لاتحد معين جار من جيران احد الفروع بتاعتنا جار ضفني على جروب خاصة بمسألة اللي هي التسويق الشبكي على الانترنت واحنا ما عندناش مشكلة ان اي حد يكون بيسوى لأي حاجة على الانترنت وطالما انه هو انت حر ما لم تدور ولكن اني انا الاقي اني انا منضاف على الجروب دي علشان خاطر يتم الترويج لبعض المنتجات اللي هي غير لبعض الترويج لبعض الترويج لمنتجات المنتجات دي يمكن غير مصرح بيها او غير مرخصة بالنسبة للحكومة او كان عليها خطوط عريضة بالنسبة للحكومة وتم سحبها من السوق في فترة ما والاقي ان الشخص او الطرف اللي هو اضافنا على الجروب ده رفع فيديو وصاحب الفيديو بيقول فيه ان المنتج ده امن 200% امن لجميع طوائف المرضى امن على الحوامل هنا وقفته يعني ايه امن على الحوامل تعالي عايز اعرف امن على الحوامل ازاي امن على الحوامل فانه جدور فانه كاتيجوري في الايه ولا البي ولا سي ولا الدي ثم انه هو ايه المنتج طبيعته ايه الشخص كان بيقول المنتج ده عبارة مجموعة من الالياف زي ما بيطلعه اي حد يقولك مجموعة من المكونات الطبيعية مجموعة من احسن المنتجات في الشرق الاوسط انا عايزة تقولي ده ايه فانا كان ما كان مني الا اني انا علات تعليق وطلبت منها وطلبت لها لو تكرمتي بتتكلمي عن دواء وضيفاني انا في الجروب عشان الجروب تاخد مصداقية بوجودي انا وغيري فلو تكرمتي الدواء ده قولنا تركيبته ايه تفاصيله ايه ميكانيزمه ايه ولو تكرمتي المراجع الدعمة للميكانيزم بتاعك ما كان من الشخص ده وده رد فعل متوقع اللي انه هو رد رد فعل يعني لا يليق على الاطلاق مش بمصوق على الانترنت انا يعني مش عايز اتكلم لكن رد سيء للغاية ليه لانه هو ما عندوش رد لانه ما عندوش محتوى لانه ما عندوش مصداقية الاغرب من كده اني انا افاجأ باحد اصدقائنا في مدينة الانتاج بيكلمني وبيسألني يقول لي تعرف الدكتورة فلانت الفلانية قلتولي انا اعرف ان الاستاذة فلانت الفلانية محاسبة يا باية الدكتورة امتى بين عشيات وضحاها يعني فاحنا بنتكلم يا جماعة وبنقول لو تكرمت مش معقول احنا مش عايزين نقول اسماء اي حد خلو يعني احنا لانا اتعرض لا اسماء اي شخص ان احنا ضد التشهير لكن احنا بنتكلم وبنقول دلوقتي انت حضرتك طالما ان كنت طالعة تقول للناس انك انت دكتورة عرا الاقل يبقى عندك مصداقية وتقول انت دكتورة ازاي ومعاك التصريح مزورة مهنة امتى وايه كان نهاية اللي معاك دي رقم واحد رقم اتنين انا بقول لكل المشاهدين اللي بيخشوا على النت ويستدوا اي كلام بيتقالهم لو تكرمت انت اللي بتساعد انه يضحك عليك من دور انت اللي بتساعد انك انت تكون عملة للبيع والشراء لو تكرمتم يا ساد يا جماعة انا سايب ارقامي وبقولوك كلموني ومش بكلف حد اي حاجة اسألني وانا اقولك ده صحة ولا غلط انا بعمل ده لان الخير لله مش للناس الخير لله وانا بقصد العمل مع ربنا وربنا الحمد لله احسن من اي حد في رده بالنسبة للبني ادم وبالنسبة لأي حد فاحنا بنعمل الخير فيكم ولينا عشان انا مش حابب ان انا اخرج ويجدحك عليها في اي قطاع تاني عشان كده انا باحميك وبقف ضد او بقف بينك وبين اي حد من المستغلين اللي ممكن يضحك عليك عشان كده انا بقول لحضرتك مش اي حد يطلع يطلع لك فيديو يقولك المنتج ده اشتريه تصدقه مش اي حد يقولك المنتج ده منتج سنة تصدقه مش اي حد يقولك المنتج ده امن تصدقه مفيش حاجة اسمها لو راجل كل يا جماع مفيش حاجة اسمها سمعته زي الجنة ده باخوان مفيش حاجة اسمها زي ما انا بقول انه اقولت الكلام ده ميت مر الكلام ده لو هو صحيح كانت الدولة اول واحدة تدور على انها تلخصه وتبيعه للمواطن بسعار المناسب لكن انت منتج مضطر تشتري حاجة تمانا ستمائة وخمسين وسبعمائة وخمسين ولا يوم كدبين لي يقولك ستمائة وخمسين لا اعضاء جروب اعضاء جروب منه تتعرف فيهم ده سعب لهم فيعني انا بقولك انت اللي بتسمح لغيرك انه يضحك عليك انت اللي بتسمح لغيرك انه هو يضللك انت اللي بتسمح لغيرك انه هو يستغلك فلو سمحت لو حضرتك في اي كائن حي على وش الارض بيطلع يتكلم بصفته واحد من اعضاء القطاع الطب المحترم لازم يثبت لك انه هو فعلا من ضمن اعضاء القطاع مش عابل سبيل وبيضيع وقتك وبيضيع وقت غيرك وبيضيع فلوسك ده رقم واحد رقم اثنين صحة المريض امن قومي ست الرئيس شخصيا بيحميها ست الرئيس اللي عمل لكم من فترة حملة 200 مليون صحة ما تضيعوش مجهوده بانه كتمشي وراء الناس دول ما تضيعوش مجهود الحكومة والرئيس اللي صرف مليارات عشان خاطر يكشف على كل واحد تفصيلي على نفقة الدولة بان احنا نمشي وراء الناس دي فرجاءا رجاءا رجاءا لله لو حضرتك حبيب تسأل اسأل متخصص او اسألني انا انا سيب ارقامي ما تسمحش لحد ان هو يضللك معظم دول مضللين ومسوقين بياخد عليك وعلى غيرك عمولة علشان يستفيد من حضرتك ده رقم واحد ده رقم اثنين النقطة الاخيرة قبل ما اختم حلقتي انا لقيت على جروب موجودة جروب من الجروبات عندنا في منطقة الظاهر بيتكلموا عن الكورونا والناس في حالة هلع ورعب فيروس الكورونا وانتشاره وحسبه يا جماعة وما جيت اعلق له برضو وبسأله بقول له انت مصدرك ايه اذا كانت وزارة الصحة نفسها ما طلعتش منصور تقول ان الكورونا داخل عندنا ده جايب الكلام ده منين رد رد ويقول لي ده منتشرة والسوشيال ميديا بتقول له يا سيد احنا ما بناخدش رأيينا او ردودنا او كلامنا مع الناس عن المواضيع دي من السوشيال ميديا احنا عندنا وزارة صحة محترمة عندنا حكومة محترمة لما بيكون في تهديد بتبلغ المواطنين عندها جهاز اعلامي سيادي على اعلى مستوى بيقدر يوجه المواطن ويقول له الصحي فينه غلط فين ما هوش مستني ستك على جروب عشان تخوفه اللي خلاني عملت كده ان انا شفت اكتر من حد يقول له نجالي مش عارف ايه وربنا يسطر انا اول مرة تجري كزا وربنا يسطر وصل الناس لحلة من الهلع وهو غير مدرك ان ممكن الناس بسبب الكلام ده طفل يخاف يروح مدرسة ام تخاف تنزل زوج يخاف يروح شغله هتوقف حالة الدنيا عشان انت ما انتاش فهم فانا لو تكرمتم حاول انك انت تفهم موضوع فيروس الكورونا موجود في الصين موضوع فيروس الكورونا لما انتاشى الخرج لأوروبا وموضوع فيروس الكورونا ما هوش عندنا ووزارة الخارجية نفسها صرحت ان ما فيش حالات من المصريين لا في الداخل ولا في الخارج معرضا للفيروس غير ان احنا عندنا حكومة على مستوى قوي جدا جدا تقدر تحمي مواطنيها مش اي حد سواء من الدول دي او من دولها بيخش من قبل ما يتحلل ويتفرز عشان نعرف هو داخل يضرنا ولا داخل هي ازينة فلو تكرمتم يا سادة لو تكرمتم ممنوع الترويج لشيء بدون سند واضح ليه ممنوع يطلع واحد يضحك عليك والله ينصب عليك ويقولك انا دكتور وتصدقه ممنوع انك تكون عملة للبيع والشراء وتكون انت شريك وطرف في الجريمة دي فلو تكرمتم لو تكرمتم لو تكرمتم انا برجوكم انه كنتم لما تحب تسأل على المعلومة اسأل متخصص ما تسألش عابر سبيل الصفحات دي مليانة عابر السبيل الصفحات دي مليانة عواطلية شغلتهم انه هو يبيع ليك ويبيع لغيرك عشان ياخد عليك عمولة وتبقى انت السبب في اللي حصل لك ده انا حبيت اجي النهاردة علشان نقول اللي يرضي ضميري بالنسبة لي اللي انا بشوفه من الظواهر السلبية اللي موجودة برا اتكلمنا النهاردة عن مريضة النحافة ان شاء الله في حلقة قادمة بوعد مريضة السمنة باذن الله ان انا هتديله باستفادة علشان خاطر اجاوب على كل الاسئلة الخاصة بي بشكركم جدا 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 على ان انا كنت معاكم النهاردة وبشكر فريق الاعداد الجميل جدا جدا في قناة الصحة والجمال اللي دايما بتعودنا ان هي بتدينا اتاحها عشان نقول كل الحقيقة بدون تجميل ولا منتاج ولا تزييف ولا تحويل بشكر فده ده رقم اتنين رقم تلاتة سيما بقول لسيادتكم احنا في سواء بالنسبة الارقام تريفونات المعلنة او بالنسبة المستشفى وبقر الصديق انا بتمنى اي حد يشرفني حتى لو مش ضرورة يكون جاي تابع او جاي يفحص يا جماعة ممكن يكون جاي يسأل وإحنا نوجيهه احنا معنا فريق على اعلى مستوى من الاستشاريين موجودين كلهم مستعدين ان هم يعملوا الخير ومش مستنين ان هم يكونوا فيه ثمن الخير ده الخير يا جماعة بنعملوا لله مش بنعملوا للناس والتجارة مع ربنا الحمد لله مفيش احسن منها ده رقم واحد ده رقم اتنين هارجع واؤكد مرة واثنين وثلاثة والف ما تسمحش لأي حد نصاب قاعد على صفحة شغلته ان كل يوم يفتح صفحة ويعبي فاربعين خمسين نفر تلك تربعهم من عيلته وعشرة مني ومن غيري عشان تاخذ مصداقية ويرجع يقولك انا دكتور وتصدق الكلام ده لا يليق وعيب احنا عندنا طلبة موجودة في بيوت اسأل ابنك قل له الكلام ده صح ولا غلط انزل اسأل السيدالة اللي موجود جنبك انزل اسأل دكتور محترم قل له الكلام ده صح ولا غلط لكن ما تسمحش لنفسك انك تكون عملة تباع وتشترى بعد اذنك الارقام موجودة على الشاشة انا مش مانع نفسي عن حد وبرد على كل الناس غيري موجود واحسن مني موجود حواليك ممكن تسأله لكن لو سمحت ما تسمحش لأي حد سواء موجود على صفحات او موجود على مواقع معينة انه يتاجر بيك او بأولادك او بغيرك علشان خطر تكون عملة للبيع والشارع بشكركم جدا جدا على استضافتي ومتابعتكم لحلقاتي النهاردة وان شاء الله الحلقة اللي جاي يكون عندنا الجديد بالنسبة لموضوع السمنة واشكر واشكر جدا جدا فريل اعداد ومخرجنا الجميل محمد عزة اللي دايما 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 يعني والاستاذ محمد الملك طبعا يعني اخويا وصديقي واكتر حد بيدافع عن الحق في مؤسسة الاعلام واتمنى ان شاء الله ان احنا نكون او كنا ضيوف خفاف على المشاهدين وباذن الله في حلقة قادمة يكون عندنا استفاضة اكتر للكلام عن مشاكل السمنة وازاي نتعامل معها باذن الله كان معكم الحكم الدكتور محمود رفعت خبير التغزير اللاجية والسمنة وان حفظ تنسيق قام مستشفى اوبكر الصديق ورئيس مجلس ادارة مجموعة الهانة الطبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته